أوضح صندوق النقد الدولي أن التحسن عاد إلى مؤشرات الاقتصاد الكويتي في عام 2018 إذنما الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 1.2 من 10% في حين تسارع النمو في القطاع غير النفطي إلى 2.5% الصندوق أشار في بيان الله إلى عودة التحسن في كل من النمو الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية مضيفا بأن الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي حقق نموا بنسبة 1.2 من 10% العام الماضي من بعد انكماشه بنحو 2.7% عام 2017 فيما تسارع نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى 2.5% العام الماضي وذلك مقارنة بـ 2.1 من 10% خلال العام السابق مدفوعا بتحسن الثقة والإنفاق الحكمية مدفوعا بتحسن الثقة والإنفاق الحكمية